اشتركوا في القناة شباب الفاتح شباب القومية شباب الفاطمية شباب التحدي جيل التحدي جيل الغضب أحييكم وأنتم تقدمون للعالم الصورة الحقيقية للشعب الليبي الملتفحة والثورة على بكرة أبيه أنتم من الساحة الخضراء تقدمون الحقيقة التي تحاول أجهزة الخيانة والعمالة والنذالة والرجعية والجبن تحاول أن تغطيها تشوه صورتكم أمام العالم أجهزة عربية للأسف الشقيقة تقدركم وتخونكم وتقدم صورتكم بشكل يصي لكل ليبيو ليبييا يقولونهم انظروا ليبيا انظروا ليبيا لا تريد العز لا تريد لا تريد تحرير لا تريد الثورة انظروا ليبيا تريد الدروشة تريد العي تريد العمايم انظروا إلى ليبيا تريد الصعمار تريد الانتكاسة تريد الحظيظ وانتم هدى في ساحة الخضراء تقولون ليبيا تريد النجد تريد القمة قمة العالم ليبيا تقود القارات اسيا وافريقيا ومليكة اللاتينية وحتى اوروبا كل القارات ضعقة قمة من في ليبيا هذا مجد للليبيين والليبيات اصبح الليبي الان يشار له بالبنان في جميع حال العالم بالامس كان الليبي ليست له هوية عندما تقول ليبي فانك تقول عندما تقول ليبي يقولون لك ليبيا ليبيريا ليبانون ما يعرفوا ليبيا اما اليوم تقول ليبيا اه ليبيا قذافي ليبيا ثورة كل الشعوب الافريقية تعتبر ليبيا قبلتها وشعوب المريكة اللاتينية وشعوب آسيا حكام العالم كلهم بقواهم الكبر النووية يتقاطرون على ليبيا على بلدكم على طرابلس على سيرت على بنغازي شوهوا شوهوا صورتكم في إذاعات عربية شقيقة للأسف يخدمون الشيطان يريدوا يحانتكم نحن نريد أن نرد الآن بالفعل فوق الأرض في الميدان معمر الجذافي ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه كما فعل الرصاء معمر الجذافي ليس رئيس هو قايد ثورة الثورة تعني التضحية دائما وأبدا حتى نهاية العمر هذه بلادي بلادي اجدادي وأجدادكم غرصناها بيدنا وسقيناها بدم اجدادنا نحن أجدر بليبيا من أولئك من تكسي الجرذان وهؤلاء الماجورين منهم هؤلاء الماجورين ندفع لهم الثمن من المخابرات الإجنبية لعنة الله عليهم تركوا العار لأولادهم إذا عندهم أولاد وتركوا العار لعائلاتهم إذا عندهم عائلات تركوا العار لقبائلهم إذا كان عندهم قبائل ولكن هؤلاء ما عندهم قبائل قبائل الليبية قبائل شريف مجاهدة مكافعة تقاطر علي في هذا الشهر كل القبائل من البطلاني للجبر الغربي يا فزان كلهم يهتفون هتاف واحد كلهم يتحدون تحدينا أمريكا في هذا المكان ويجبروتها ويقوتها تحدينا الدول الكبرى النووية في العالم وانتصرنا عليها طعطوا وروسهم هنا إيطاليا قبلت يد ابن الشهيد شيخ الشهداء عمر المختار هذا مجد ما بعده مجد ليس للمنفة فقط ولا للبطنان فقط ولا للبنغازي فقط بل للليبيين ولا العرب ولا المسلمين هذا هو المجد الذي يريدون لهو المجد الذي يريدون نشوهوه إيطاليا الأمبراطورية في ذلك الوقت فوق الأرض الليبية حافلها أنا أرفع من المناصب التي تقلدها الرصاع ولبهات أنا مقاتل المجاهد مناظل ثائر من الخيمة من البادية والتحبت معي المدن والقرى والوحات في ثورة تاريخية جابت الامجاد للليبيين وسيتمتعون بيها جيلا بعد جيل ستبقى ليبيا في القمة تقود أفريقيا وتقود أمريكا اللاتينية وتقود آسيا بل تقود العالم لا يمكن أن يعطل هذه المسيرة التاريخية الظافرة حفنة من شذال الأفاق المجهورين من هؤلاء القطط الفيران التي تنقذ من شارع إلى شارع ومن زنق إلى زنق في الظلام أنا دافع ثمن بقائي هنا أنا جدي عبدالسلام بومنيار أول شهيد سقط فوق الخمس في أول معركة عام ١١١ أنا لا يمكن أن يصي إلى هذه الطلحة العظيمة لا يمكن أن أترك رفاة جدي الطاهرة في المرقب أنا سأموت بعه شهيد في النهاية هاي رفاة والدي في الهاني مجاهد بطن من البطالة القرضافية وتالى وهو جدي عمي الشيخ سعدي في مقبرة ميدر لا أترك هذه الرفاة الطاهرة هؤلاء مجاهدون قال بشير السعداوي الحرية شجرة لا يتفيى ظلالها إلا من غرسها بيده وثقاها بدمه ليبيا شجرة نحن نتفيى ظلالها لأننا غرسناها بيدنا وسقيناها بيدمنا نخاطبكم من هذا المكان صامد هذا البيت في طرابلس الذي غارت عليه مئة وسبعين طائرة تقوده للدول النووي الكبرى أمريكا وبريطانيا وحفل الطسي أربعين طائرة بوينج تزود هذه الحملة بالوقود تخطط كل القصور وكل الملازل وكل بيوتكم كل البيوتكم تركتها تبحث عن منزل معمر جذافي لماذا هل لأن معمر جذافي رئيس جمهورية لكأن الرئيس لا ما عملوا عاملوه مثل ما عاملوا روصة الدول الأخرى ولكن لأن معمر جذافي تاريخ مقاومة تحرر مجد ثورة هذا هذا اعتراف من أكبر قوة في العالم بأن معمر جذافي هو ليس رئيس وليس بالشخص العادي حتى نقتله بالسم أو نعمل ضده مظاهرة تسقطه لما كانت القنابل هنا في هذا المكان تدك بيتي وأولادي تقتلهم أين كنتم أنتم يا شذان أين كنتم أنتم يا يمتوا للحي يلي لا تتشدقون في الظلام في حقاف درنا وفي حقاف الجبل الأخر وفي حقاف في أي حقف أخر أين كنتم أين كنتم كنتم مع أمريكا تصفقوا لي السيادكم الأمريكان عندما كان معمر جذافي وعائلته في هذا المكان تقصفهم القنابل مئة سبعين طائرة تخطط الملوك وتخطط الروساء وتخطط القصور في كل الوطن العربي وجتل خيمة معمر جذافي وبيت معمر جذافي هذا مجد لا تفرط فيه ليبيا ولا يفرط في الشعب الليبي ولا الأم العربية ولا الأم الإسلامية ولا أفريقيا ولا أمريكا اللاتينية ولا كل الشعوب التي تريد الحرية والكرامة للإنسان وتقاوم الجبروت نحن قاومنا جبروت أمريكا جبروت بريطانيا دول النوية حلف اللطسي قاومنا جبروتا لم نستسلم وقلنا نحن صامدون هنا الآن مجموعة قليلة من الشبان المعطات لهم الحبوب يغيرون على مراكز الشرطة هنا وهناك مثل الفيران يهاجمون ثكنة آمنة غافلة لأننا نحن نسل في حالة حرب حتى نشدد الحراسة على مخازننا وعلى معسكراتنا نحن بين أهلنا وفي آمان وسلام وليبيا تنعم بالسلام استغلوا هذا السلام وهذا الأمان وهذه النعمة التي فيها ليبيا وغاروا على بعض المعسكرات وبعض المراكز وحرقوا الملفات التي فيها جرائمهم هاجموا المحاكم التي فيها ملفاتهم ومراكز الشرطة التي فيها تحقيق معهم على جرائمهم لكن ليس لهم ذنب هالشبان ليس لهم ذنب أبداً هم صغار سن 16 سنة 17-18 أحيانا يقلدون ما يجري في تونس وما يجري في مصر وهذا شي عادي وأحيانا يسمعون أن في مدينة ما في ليبيا تم شبان سطو على على محكمة يقولوا هم حتى نحن نشي نص على المحكمة اللي عندنا تقليد قالوا حصوا الإسلاح حتى نحنين ليش ما نحصوا الإسلاح لكن هناك مجموعة قليلة مريضة من دسة في المدن تعطي الحبوب وحيانا حتى النقود لهؤلاء الشبان الصغار اليافعين وتزج بهم في هذه المعارك الجانبية الذين قتلوا هم من الشرطة والجنود ومن هؤلاء الشبان وليس من الذين يحركونهم هم قاعدين في بيوتهم أو قاعدين في الخارج يتمتعون بالأمان وبالراحة والمتعة هم وأولادهم ويحركوا ولادكم ويعطوهم الحبوب وعدوا جيبوا سلاح غيروا احرقوا يا ابطال باش يموتوا ولادكم وباش نبدو احنا نقاتل في بعضنا عبد الفتاح يونس بطن من الطال ثورة الفاتح العظيم كان تحت امرتي عندما داهمنا بنغازي وحرق وأعلنت البيان الأول لتحرير ليبي كانت محتلة في تلك اللحظة خمس قواعد امريكية في تلك اللحظة لما دخل عبد الفتاح معايا مدينة منغازي خمس قواعد امريكية عشرين ألف ايطالي يحتلون الأرض الليبية من مصرات إلى ترهونة إلى صبرات تحت السيطرة المدينية الاطليانية إلى جانب كل الدكاكين وكل الورش وكل الخدمات وعندهم أعظام في مجلس النواب ليبيين مرتشين وكانت البطنان محتلة بالكامل بالقوات الأمريكية ضبرق ترزحت السيطرة الأمريكية الكاملة في يوم لما احنا قمنا بدخول بنغازي لتحريرها لا تعرفون معسكر الفيهات اسمها كان انجليزي مية في المية لما كنت نيو عبد الفتاح نهاجمه في إذاعة بنغازي لكي نعلن منها التحرير مش نعلن منها الآن النكسة والعودة للوراء والخزي والعار معسكر المستشفى في بغازي هذا كان معسكر ويفل مكتوب اسم ويفل لم يتجر أحد على أن يشطب علي كلمة ويفل أين كنتم أين كان آباؤكم وأجدادكم أنتم يا مرتزقة عندما كانت خمس قواعد أمريكية فوق الأرض الليبية منهم فقص وجه بارود فاجدر قنبلة واحدة نحن ضحينا بأنفسكم عدة لعدة لدخول في معركة مع أمريكا ومع بريطانيا فوق الأرض الليبية وأعلنت من ميدان الجلاء في طرابلس ما لم يتحقق الجلاء فإن القتال سيكون من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت ضد القوات المريكية ما قلتوها كنتم أبداً ولا آباؤكم يشد هذا الأفاق أين كنتم أنتم تفتكروا أن ليبيا سهلة ليبيا دفعنا ثمنها غالي وبنينا لها مجد عظيم لا يودانا نحن تركنا السلطة للشعب الليبي من عام سبع وسبعين أنا والضباط الأحرار ولم يعد لنا أي منصب ولا أي صلاحية ولا نصر أي قانون ولا أي قرار وتركنا السلطة للشعب الليبي للموتورات الشعبية واللجان الشعبية أحسنها ما أحسنها سجمها ما سجمها أساء إليها ما أساء إليها فسد ما فسد هذه يتم الليبيين جميعا في المستشفى وفي المدرسة وفي الإدارة في المكتب في السيارة في الطيارة في الإسكان في الزراعة في الصناع هذه كلها تدار بالليبيين اللي تحت اللي جان الشعبية المصعدة في الموزارات الشعبية والموزارات الشعبية هي كل الشعب الليبي نحلت مشكلة الصراع على السلطة في ليبيا نهائيا استلمها الشعب الليبي بكامل عام سبع وسبعين أنا وزملاي لم نعد مسؤولين على أي شيء إلا على القتال عن ليبيا مساكن السلاح فقط. ولما غارت علينا امريكا قاتلناها. وفرنسا في الجنوب قاتلناها. والسادات قاتلناها. وهيبري قاتلناها. وهيلا السلاسي قاتلناها. وحتى بورقبة. قاتل نوميري قاتلناها. سقطت الرجعية وسقطوا عملاء السمار وسقطها للسمار. كانت معانا بنادقنا فقط. ترقناكم كل شي. ح milksالبترول. عيتوا نقول لكم خذوها بيدكم. كل شهر خذوا فلوس البترول وتصرفوا فيها. ما يضحوش عليكم تاوي يقولكم اين فلس البترول? انتم قلتوا لا! خذوا فلس البترول عند الدولة! عند اللجان الشعبية. انتم علي صعدتوا اللجنة الشعبية العاما? وصعدتوا اللي جان الشعبية كلها? انتم نصولين عنها? يضحكوا عليكم! انتم صدجي لهذه الدررة بكرة انا ساند في السلطة الشعبية ساند في الشعب الليبي ادعو الشعب الليبي الى تشكيل الشعبيات الجديدة والبلديات الجديدة حسب البرنامج اللي بوضحه لكم سيف الاسلام انا نعرف ان العبيدات اللي منه عبد الفتاح يونس اللي امسط وعليها النار في بنغازي وصيره مجهول قالوا لي انت عبيدي شنجابك لبنغازي ليلت الثورة كان هو يحرر معي في بنغازي ليش ما قولوا لي انت عبيدي مجلس لبنغازي وين كنتم انتم لما كان عبد الفتاح في مندقيته عرض نصر الخطر ولما كان يقاتل في السادات واسرائيل على الحدود لما كانوا بيشتاحوكم كانوا بيشتاحكم السادات هو امريكا عبد الفتاح هو لي كان بطل النعارك على الحدود همس يضربوه في الرصاص مصيره مجهول ويقولوا لي انت عبيدي شنجابك لبنغازي هذه اخرتها هذه اخرتها ياهل بنغازي من انتم ابدا هؤلاء ليسوا اهل بنغازي انا مقول ان هنعود لها قلت الشعبيات نتكلم عن الشعبيات انا اعرف ان العبيدات في القبة لا يريدون الضمام لدرنا يديروا شعبية بروحنا انا الى جانب يراث الشعب فلتكون شعبية للعبيدات شعبية للقبة من قدوا يقدر يعلموا الشعبية ويعملوا فيها سلطة شعبية ويطهروها ويقيموا فيها وكل شيء بينفسهم اعرف ان بنوليد لا تريد النظام بمصارتها وتعتبر نظامها جبر وعسر تتحرر بنوليد تريد السلطة الشعبية حرة حسب رادة شعبة ولاد الصيفة ولاد صلبة قادرين ان يعملوا شعبية قادرين سيروها بانفسهم ولا يكون ان يمدها لحد ولا يستعينوا بحد دردانيل طرابلس كما قال الطلياني ان بنوليد اصبح دردانيل طرابلس لانه كانت خط الدفاع المقاوم في التوجه القوات الايطالية للجنوب اعرف ان الترهون لا تريد الضم للخمص او لمسلاتها او لحر اهل ترهون احرار يقدر يقيموا شعبية ومن بكرة ويعملوا في السلطة الشعبية مسلات حرة اصليت الحرة الخمص حرة بسلات حرة ومتأكد انه بعد هذا النداء ستنطلق الجماهير من بكرة وتشكي الشعبيات جديدة وانه متوقع ان الشعبيات التي عددها الآن ثلاثة وعشرين شعبية ستصل من كل إلى ثلاثين شعبية او اكثر واعتقد انه ستشكل بلديات للادارة المحلية من خمسين بلدية الى مية وخمسين بلدية متوقحة لانه كل واحد يريد ان تكون له بلدية هذا الشيء الصحيح هذا هو اللي يخدم للإنسان يخدم حياتنا وتاريخنا وما حش ملاش كدام العالم مش ياخ ياخ احرق عجلة انصلك منذقية عيل في بغازي واخد قنابلة عاطيننا قوادف قوادف اربي جي اللي ضد الدبابات وماش يجري بها في ممديد بغازي الرعب في مغازي اربي جي عالة في ممديد بغازي خشوها المريكان خشوها الطليان عشان انقاتلهم عويلة صغيرين يعطوهم دبابات يدهوروا بهم في شوارع بغازي دوخوهم سكروهم عطوهم الحبوب عزلوهم عن هلهم تبدأ العائلات في جمع اولادها من بكرة اخرجوا من بيوتكم ياللي انتم بتحبوا معامور جذافي رجال نساء بنات اطفال ياللي معامور جذافي في الطورة معامور جذافي المجد الهزة لليبيا للشعب الليبي كل الغمع الذي يريد المجد يتذكر جلعة قليان وجلال امريكان وجلال انجليز والنهر الصناعي العظيم والسلطة الشعبية وعودة النفط الذي كان تسعين في المئة منه للشركات الامريكية وانتم عندكم عسرة في المئة الان تسعين في المئة ليكم وعسرة في المئة للشركة الامريكية فقط الذي يريد العزة والكرامة والمجد يخرجوا من بيوتكم اخرجوا من بيوتكم اخرجوا للشوارع امنوا الشوارع شدوا الجردان ما تخافوا منهم نحن لم نستخدم القوة بعد والقوة تساند الشعب الليبي اذا اذا وصلت الامور لحد استخدام القوة سالوا استخدمها وفقا للقانون الدولي ووفقا للدستور الليبي وقواني الليبية من بكرة تخرجوا من هذه الليلة كل المدن الليبية والقرى الليبية ولوحات الليبية التي هي تحب معامر الجذافي لأن معامر الجذافي هو النجد انا لو عندي منصب لو عندي لوني رئيس لو كنت لوحت الاستقالة على وجوهكم الجراثيم هذه لكن انا ما عنديش منصب ما عنديش حاجة باستقيل منها عندي مندقيتي انا هم قاتل لاخر قطر من دمي وما هي الشعب الليبي انا يكملت عمري ما دي تخايف من شي انتم تواجهون صخرة الصماء صخرة صلبة تتحطمت عليها صوتيل امريكا ما تتحطمش عليها اشترا ذنكم انتم اخرجوا من بيوتكم وداخموهم في ماء فيه ووكارهم اسحبوا طفالكم من الشارع اسحبوا طفالكم منهم اخذوا منكم طفالكم يعبوهم يستكروهم يقولوا معدوا للنار باش يموتوا ولادكم ولادكم يموتوا لأي سبب لأي غرض لا شيء تدمير ليبيا حرق ليبيا شرطة ماتوا ولادكم ماتوا لكن ولادهم هم ما ماتوش ولادهم ما ماتوا ولادهم في امريكا وفي اوروبا ماذا صابكم ما هذا الخوف ما هذا الرعب من هذه العصابات عصابات مثل الجذان لا تمثلوا شيء لا تمثلوا واحد على المليون من الشعب الليبي لا تسوي شيء حفنة من الشبال اللي قلدوا اللي يجري في تونس هو في مصر واللي عضوهم لحبوب واللي آمروهم من الداخل احرقوا اسلبوا اعملوا تقليد جرذان من بكرة الامن بال بالشرطة وبالجيش يفرض الامن من بكرة تفتح الحواجز اي حواجز يجب تشال شيروه انتم من مدكم اغضوا عليهم طاردوهم في كل مكان اصحوا اخرجوا من بيوتكم هكي تبغوا بالغازة تصبح دمار حتقى عليه الكهرباء تبقى عليه المية من بيجي بيكم كهرباء ومية خراص وهاجرذان ممكن توصل للبترول وتنسف البترول تعودوا للظلام لعام اثنين وخمسين شي زرنس سبحان الله بنغازي بنيتها ليه بنفسي طوف وطوفا وفرحانين بيها ونبنوا فيها من جديد يجو يدمروها بيولادكم من يفطرعيها رصاص رصاص في بنغازي قنابل في بنغازي حرائق في بنغازي دبابات في شوارع بنغازي تهو في كلها ثلاث دبابات محروقها روعت بنغازي يبشلوا المطار يحاولوا يخربوه الطيرات توقفت الطيرات المدنية توقف من الطيار من الطير اللي ما زال بتنزل في مطار بينينا السفن قالوا لا يمكن ننزل في مطار بنغازي لأن فيه قالوا جرغان لما ننص يهاجمون ويأخذ اللي في السفينة درنا أصبحت خراب حاكم ما توه واحد عدوا أزحفوا عليه كل العائلات كل الجماهير في درنا طهر درنا دير لحي يقول لهم النسوين معاسي يطلعن اعتباره من اليوم غريت النكسة وقالوا يجيبوا لي التبرعات أنا يا خليفة تبع باللادل تبع أرضواها ووالله يباها يحكمكم أرضواها لأقرها انت تبوها امريكا تجيكم تحتلكم تعملكم زي فغانستان زي الصومال زي باكستان زي العراق هيكي بلادنا بتولي بتولي زي فغانستان يعجبكم هذا ما لا أطلع وكان ما يجبكمش أطلعوا للشوارع سكروه كلها وشدوهم كلهم وطاردوهم فكوا منهم سلاحهم واعتقلوهم وحاتموهم وسلموهم للأبن قلة قليلة في أي مكان سمعتوا في حركة هم قلة إرهابية بتحول ليبيا إلى إمارات تبع الظواهري ولا تبع بلادن هذه آخرتها بيش تخشها أمريكا بتقول أني لنسبح بإفغانستان بإفغانستان جديدة هنا في شمال أفريقيا بيجيبوننا الاستعمار تبدو بلادن قنابل لقد تم توزيع الضباط الوحد والأحرار على كل قبائل ومناطقهم بشيقودوا هذه القبائل وهذه المناطق ويأمنوها ويطهروها من هذه الجرذان ويحاولوا القبض على اللي يغرر بأولاد الصغار وقدموه للمحكمة هذه عقوبتهم في القانون أسمع الهتفات في الشوارع بالروح في الدم من في ديك يقايدنا أنا ما يدور في أحدهم ما يدوروا في ليبيا شوفوا جرائمهم هذا القانون قانون العقوبات الليبي اللي من قبل الثورة رفع الليبيين السلاح ضد الدولة عقوبته العدام يعاقب العدام كل ليبي يرفع السلاح على ليبيا دس الدسائس مع الدولة الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا يعاقب العدام كل من فعل ذلك هذا قانون العقوبات المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها يعاقب العدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدن أو حصون أو منشآت أو مواقع أو مواني هذا العمل سيدي لتسريب هذه المواقع لأمريكا لأن أمريكا لا ترضى بنتبددرنا ولا يتبع بلدن ولا البيضة تبع بلدن ولا بنغازي يتبع بلدن ما بتسمع أمريكا أبدا التسلل إلى الأماكن إلى استفاد العدو من ذلك الفعل فستكون العقوبة لعدام اللي يتسلل إلى الأماكن العسكرية هذا هو مرتكب كل هذه الجرائم يعاقب العدام كل من زود حكومة أجنبية واحدة عملايها أو أي شخص يعمل لمصلحتها على أي وجه من وجوه وبأي تيوسيلة ما يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مواثل لهوه هذا هو معطوه كل صرارنا للعدوه الأطفال نحكي نعدم بالعي اللي وراء الأطفال اللي حيكون مصيرا بطا الحاكم يبكون ويرفعون أيديهم ويقول ولن نسمحهم هذه المرة الاعتداء على الدستور يعاقب العدام كل من شرعة من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها النظام القانوني أو الدستوري في تغيير الدستور أو شكل الحكم هذون بيغيروا سلطة الشعب عقوبتهم الأعدام بحكم القانون السمع المفرقعات في ارتكاب الجريمة السابقة يعاقب الأعدام كل من استعمال قنابل أولات مفرقعة أخرى من الارتكاب الجريمة زي ليحدة دعو المخازن عقوبة الأعدام لا أرجوكم بتوقف اللي تسمعوا فيه كونكم متحمسين أرجوكم بتوقف الرمي أرجوكم بتوقف الرمي خلي الناس تسمعوا كلام اللي أنا بقوله لأن كلام خطير يبدو من الليلة ويبدو من بكرة عامل آخر غير الرصاص الرصاص ما زال ما أمرتش به لما يصدر الأمر بالاستخدام استعمال القوة عندها ينكونوا نحن هلها بعدها يحرق كل شي اقتصاب قيادة عسكرية زي ما حصل في في البيضة وزي ما حصل في بنغازي اقتصاب قيادة عسكرية أو تمسك بها بدون حق يعاقب الأعدام كل من فعل ذلك استعمال القوة ضد سلطات الدولة عقوبته الأعدام فعال التخريب والنهب والتقتيل يعاقب الأعدام كل جرائمهم اللي عملوها من الأعدام اليوم العقلان عقوبة الأعدام بالقانون الليبي قانون العقوبات الليبي اللي معمول من قبل الثورة الحرب الأهلية يعاقب بالأعدام كل من يرتكب فعل غايته إثارة حرب أهلية في البلاد هذا العمل سيؤدي لحرب أهلية ومثل ما قال لكم سيد الإسلام قال لكم نحن قضايا كلها مسلحة ما في قبيلة تحكمها قبيلة ولا حد يقدر يحكمنا أفد الله من درنا ولا من أحنا مسلحين ونقدر انتمرت زي الصمال وتبدأ ليبيا تطبخ تبقى ايكي تكون هذا يقود للحرب الأهلية إذا أنتم ما مسكتهمش من الآن الحرب الأهلية يعاقب بالعدام كل من يرتكب فعل غايته إثارة حرب أهلية في البلاد أو تفتيت الوحدة الوطنية لم يدر لي درنا إمارة إسلامية والبيضة إمارة إسلامية وبنغازي مش عارف إيش دابهورية يفتت الوحدة الوطنية عقوبة الأعدام عبث لعب بوحدة الأوطان يا سلام يلسن يلسن رئيس روسيا مجلس الدومة مجلس النواب اعتصام في المجلس في مجلس النواب اعتصام بس قالوا للمطرح وقالوا أطلعوا وقالوا لا إحنا محتجين أطلعوا أطلعوا ما باش يوم وثنين ثلاث أربعة قدام العالم وساوموا فيهم أطلعوا قالوا ما ناشطلعين جاء بالدبابات وبال مقولة بالإذاعة المرية بالتلفزيون يلسن ودك مبنى مجلس النواب والأعظام موجهدين جوه دكهم بالدبابات حتى طلعوا زي الفرن والغرب لم يحتجي بل قال أنت تستعمل في عمل قانوني اعتصام تمرد داخل الدولة مش مسلح نواب مع مش سلاح بس اعتصموا في مكان الطلاب في بيكين اعتصموا في ميدان السماء وقعدوا كم يوم ورافعين شعار كيتيكولة قاموا بغوا زي أمريكا بعدين جاء مبينج جاء منه الدبابات الدبابات صحنت الطلبة في الميدان اللي قدام الدبابة مات اللي قطعت الدبابات من الجيه الأخرى اللي حي عدى روح ده عدى عن توا حي ومفجوع واللي مات مات قال لهم وحدة الصين أغلى من مجموعة اللي في هذا الميدان وحدة روسي الاتحادية وهيبتها وقانونها وده احترام ده سورها وحل مشاكلها بالطرق السلمية قال لهم أهم من كمشة النواب في البرنان أضرمهم بالدبابات قال لهم والغرب قالوا له صح عندك الحب الفرع الداوودي في أمريكا الطفال ونساء ومعهم مهوسين أخرين اسمها الفرع الداوودي مجموعة دينية متضرفة اعتصمت فيه مستودع كبير داخل أمريكا حاولوا معهم حاولوا معهم الزرقاوي قالوا خش بعصابته ويعتبر الزرقاوي تابع باللادم خش في الفالوجة أمريكا مسلحت الفالوجة بالطيران مسح وضربت المساجد ليش قالوا لأننا نقاوم في الأرهاب هذا ما مسجد هذا مقر الأرهابيين نحن نبحث عن الزرقاوي عصابته تحصنوا في هذه المدينة اسمها الفالوجة وبالتالي احنا لازم ندمرها فتشوها بيت بيت بالقنابل بالطيران دمروها ما تقدر أمريكا تحتج على واحد زي اللي في درنا لما أنت دمره لأنه هو نفس اللي ما كان عملوها بغداد دمرت بالكامل يا مام المدنيين ماتوا عائلات ماتت ومناسبات فراح وضربت قال نحسبوها قال نحسبوها تجمع معادي وعمارة قالوا فيها أرهابي دمروها على ما فيها وسوق دمروه قالوا فيه أرهابيين ندسوا في السوق ضربوا كل اللي في السوق مليون مليونين ثلاثة ماتوا في بغداد والطائرات والطائرات الأمريكية لأنه قال نحن بنقضي على الارهاب بنقضي قالوا على حزب البعث بنقضي على القاعدة وبالتالي نحن حرار نستخدم القوة المفرطة غزة شفتوها الإسرائيليين ولا حدانهم المريكان يدفع عنهم لا عند لان قالوا الإسرائيليين قالوا عندهم الحد عندهم الحد دفاع عن نفس يجب يحاصروها بالبر والبحر والجو ويجب تسحن داخل الشوارع غزة وتقتل كما تشاه شايفين الصومال شنو صايفي تبويكي بلايات ما زي الصومال زي العراق نفس المجموعة اللي خربت هذه البلدان هي اللي دخلت لليبيا الان هي اللي تبغي ليبيا تلحق بإفغانستان وبالصومال وتبدأ درنة زي الفالوجة أو تبدأ البيضة أو الغازية زي الفالوجة نفس العصابة لنفس المجموعة من الليلة وتبدأ بكرة الشباب كل الشباب كل الشباب مش جردان المرضى متعين الحبوب اللي يخذوهم منكم كل الشباب من بكرة يشكل لجان الأمن الشعبي المحلي وهنا الآن من الليلة يبدو في تخييط الشعار أخضر وكتاب أبدا أحمر عليه لجان الأمن الشعبي المحلي يعني تأمن كل المدن الليبية لين يعاد تنظيم الأمن لين الأمن قلنا لهم ما تقاتلوهم وش قالوا ودام ما بنقاتلوا ما لنروحوا لبيوتنا قلنا لهم ما روحوا لغاية ما يعود رجال الأمن من جديد ويأخذوا سلاحهم ويفرضوا الأمن في الشوارع الآن الضباط الحرار يتوزعون على كل قبائلهم كل قبائلهم الحمد لله كل قبيلة من هذا بضحر في ليبيا تلتف حول قبيلها مش تلتف حول عملا أمريكا عملا 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 باللادن اتباع الزرقاوي المقاملين أولادكم من بكرة الشباب مش الشباب مش قلنا هذوم اللي شروهم اللي شروهم واخذوهم انتهى أمرهم اللي نشوفوا بلاي أمورهم مش نديروا كان فكوهم ولي أمورهم وسلموهم للأمان ودربناها وعالجناهم من الحبوب وممكن يطعموا الشباب صالحين أما كانوا بهذه الشكل كل مرة غيروا عليه مكال لا هذه هذه تشوفوا نهاية كيف كل النسوان اللي عندهم أولادي يطعمهم بسرعة واللي عندها أخوه تطلع بسرعة واللي عندها جريفة والله حبيب تطلع بسرعة والرجال اللي عندهم أولاد واللي عندهم يطلعوا بسرعة والأمهات أخوات البنات كلهم يطلعوا بسرعة للشوارع يطلعوا بسرعة للشوارع سيطروا على الشوارع أنا يقود في الثورة الشعبية نبغي الشعب الليبي يسيطر على ليبيا من أقصها إلى أقصها أنا على رأس الثورة الشعبية نوروهم الثورة الشعبية كيف شكلها الثورة الشعبية هي وعي هي عمل بالناء هي سيطرة على الأمن هي أمن امن احترام سلطة شعبية مؤتمرات شعبية لجان شعبية منروها بالسلطة الشعبية كيف تكون منروها بالثور الشعبية كيف تكون اطلعون بيوتكم اعتبارا من الان ومن بكر الشباب يتنظموا ايضا في لجان الدفاع عن الثورة الثورة تعني كل المكتسبات المادية والمعنوية تعني المجد تعني العزة تعني معمر قذافي تعني تاريخ الاجداد الشهداء بوكراش كل الشباب يحمل شعار الدفاع لجان الدفاع عن الثورة في كل المدن الليبية والقرى الليبية والوحاة الليبية وبوكراش تشكل الليجان وتلبس شعار كلها كلها على اليد لجان الدفاع عن المكتسبات تعني الدفاع عن النفط الدفاع عن نهر الصناعي العظيم الدفاع عن مشروع السكان العملاق اللي تكاليفة 71 مليار اللي سكر 3 ملايين ليبي المطارات المواني الطرق الجسور المكتصبات المادية غدوا تشكل لجان من الشباب لجان الدفاع عن المكتصبات الثورية ولجان الدفاع عن الثورة ولجان الدفاع لجان الأمن الشعبي المحلي ولجان الدفاع عن القيم الاجتماعية والأداب وهذه حتى تتشكل من حملة القرآن اللي هم مليون واحد حملة القرآن في ليبيا وامة المساجد انظاف اللي يعرف السنة ويعرف الوصول ويعرف السلفية الحقيقية مش اقتل 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 من قتل نفس برية كأنه قتل البشرية كلها بكرة تتشكل منهم لجان لجان الدفاع عن القيم الاجتماعية والاداب تحمل اداب في الشارع تمشي البنت وتمشي المرأة وحتى في رأسها عيان ولا حد يخطفها زي ما يجري الان خطف الان خلاص البيوت تمتحك حرماتها في كل المدن اللي في هذه العصابات الناس عايشها في جحيم له جيش بتحارب بالدبابات والطائرات وإلي كنت استخدمنا الطائرات والدبابات والمدفعية ولا هو ناس جبه من الجبهات أبدا الزروهم من الليلة يبدو فيهم لين تمسكوهم اعتقد أنهم من بكرة ستبدأ إدارة جديدة في الجماهيرية جماهيرية جديدة شعبيات جديدة وبلديات جديدة وسلطة شعبية جديدة حقيقية أما ما يخص الدستور ويخص الصحافة ونظمات المجتمع المدني وما إليه هذه تحدث فيها لكم سيف الإسلام وهذه تخص سيف الإسلام والمحامين والقضاء والمدونين والكتاب والصحفيين والشباب والآخرين هذا كلها هاي تمسكو في الإسلام وتم هذه المجمعات يتفاهم مع المحاميين وتفاهم مع اللي تكلموا عن الدستور ما عندي مانع الشعب الليبي يعمل دستور يعمل قانون أساسي يعمل مرجعية يعمل أي نظام قانوني نبغي القانون يسود ياريت القانون في ليبي نبغي القانون يكون نهو السايد سلطة الشعب تصنع القانون اللي يحترمه كل واحد لإني أنا عمر جدافي لا عندي قصر ولا فلوس ولا عندي حتى مستقبل يكملت عمري في الثورة ما نبي شي نبغي لليبيا كل شي نبيه لليبيا يريد تعيش في أمان وفي عزة وفي كرام وفي رخا يصان بترولها ونهر الصراعي العظيم ومشروعها الإسكاني العظيم وموانيها ومطاراتها وتطهر من الذين يحرقون الآن المدن بسرعة خلوا عندكم شي جاعة تحر أنتم أكثر منها وأنتم ملايين أنتم ملايين وهم مئة نفر انسكوهم في الشوارع وافتح المطارات وافتح المواني رجع السلطة الشعبية رجع الأمن وهم الضباط الحرار متوزعين عندكم والأمن متوزع وحدات الشعب نوسلح جاهزا وفي إمكانكم انتقرروا توزيع الثروة من جديد ولمازال مصر عليه بترول الليبي يجب كل الليبيين أنتم لم يكن لديكم ثقة في الليجان الشعبية خلص خذوا البترول في يدكم وتصرفوا به بيش ما فيش حد يقول خذية حصتي كل واحد يأخذ حصتها أنت بتذكر بها حر أنت بدير بها شجرة حر بتصدقها حر المهم حصتك خذيتها وتصرف كيف ما تبي واعتقد أن نسيب الإسلام ويهتم بالصفراء والصحفيين وسيتمكنوا من نشر كل الحقائق على الليبي لأن ليبيا في العالم بره ما يشوفش فيها إلا عن طريق المحطات القذرة لأشقائنا الأعزاء الذين أخانونا بعدما ينجلوا الحقيقة يتزورو الحقيقة يشرفي صور من كم سنة فاته واللذاعة الليبية الجماهيرية العظمى هي اللي العالم كل يريد بتباحها وهي اللي سترد على كل شيء حتى تشوف ما يقال في اللي знаете في اللذاعات القذرة وترد عليه في الليذاعة الجماهيرية العظمى ما يقال في الإذاعات القدرة تسمعوه شوف الإذاعات اللي بيش أن ترد عليه مطارات معطلة مواني معطلة الحياة توقفت الوقود تعطل الهواتف تعطلت الإذاعات تتعطلت الناس خافت شخص واحد مرة أرهب واشنطن شخص أرهابي خطير جدا ما قدرش يمسكوه اللي بعد فترة يداهم مدرسة يصليها يقتل منها ويختفي يمشي لمدرسة أخرى يختفي المدارس خافت الطلب في أمين كما عاش بدون يمشي المدارس قالوا في ون نفشي أي مدرسة كل مرة يقوله اعتداء على مدرسة هو شخص واحد توقفت المدارس يجي للسوق يرمي فيه طلاقة ويهر بعد في سوق آخر قالوا الأسواق كلها عليها هجوم أرهابي سكرت الأسواق الشارع نفس الشي أمريكي هدتو حصل أمريكي قبلها درهت من هذا المجرم توقفت المدارسة في واشنطن لماذا يدق هذا يدق؟ خلاص جندوا كل ما عنده لماذا لقوا؟ لقوا شخص واحد بس أرهباً أنتم حفنة على صابعة ترهب بالغازة؟ المظاهرات السلمية اللي يتكلم عليها للعالم هذي شي آخر نطلع مظاهرة سلمية علشان غزة مظاهرة سلمية علشان للعراق أما مشكلة الليبي ما نمشي للشارع نمشي للموتور الشعبي واللجان الشعبية بشترحل المشاكل فيها الفلوس وفيها القرارات وفيها التوقعات وفيها الإدارة ما نمشي للشارع المشكلة الليبي عند الشعب عند الموتورات وعند اللجان الشعبية ندير مظاهرة سلمية ضد خضية أخرى وما في مظاهرة سلمية بيتصدى لها حد وبيضربها بالرصاص مستحيل مدام السلمية ماشي من شارع لشارع هذه نفسي قدت مظاهرات سلمية كثيرة في الأهد المباهد لكن لا حرقت لا كسرت لشي الشرطة يميني ويصالي ونحن ماشيين على الشوارع وجيلي ميدين ونخطبه لنعيوا ونعدوا نديروا برقيات احتجاج واحد ونرجع نأيد في جمال عبد الناصر نأيده في الوحدة العربية نأيده في الثورة الجزائرية ضد تفجير القنابل في الجزائر المظاهرات السلمية شيء والتمرد المسلح وقطع جزاء من تراب الوطن شيء آخر على العالم يفهم المظاهرات السلمية شيء وعمل مشروع في الدول المضطرة للمظاهرات الشعب اللي بيغير مضطرة للمظاهرات مشاكلة الحل في السلطة الشعبية ولكن مظاهرات السلمية حتى لو كانت في ليبيا شيء والتمرد المسلح اللي يجري الان ومحاولة فصل درنا او فصل البيضة او فصل بنغازي هذا شيء آخر من يسمح بيه تمرد في البرلمان بدون سلاح ضربه يلسن بالدبابات وصفق له الغرب الفرع الداوودي تبرد في أمريكا اعتصم بدون سلاح ضربه كلينتون بالدبابات التمرد المسلح في الفالوجة اعتبروه تمرد مع ان الفالوجة مهيش امريكية عراقية قالوا لا هذا تمرد متاع الزرقاوي دكوها بالطيران فتتوها شو هو مغداد من دك المدافع والطيرات للي فيها تمرد مسلح وحتى تمرد غير مسلح زي ما في الفرع الداوودي وفي البرلمان الدومة الروسي ضربوه بالدبابات لما السود تمردوا في كاليفورنيا في أمريكا وهجبوا على المتاجر يلسن نزل الجيش بالقوة مسحم لما تمردوا الطلاب في بيدان السما في بكين في الصين الصين مسحت الميدان بالدبابات ففيش حد يسمح لبلاده تبدأ مرحق ولا أن يفصل واحد مخبول يفصل جزء من إجزاء توه في درنا قال لما النسوان عاش يطلع وجيبوا لي التبرعات أنا صنقان وكل برنا جيبوا لي واحد يذبح زي الزرقاوي عنيش طريقة الزرقاوي المظاهرات السلمية شيء والتمرد المسلح وقطع جزاء من الدولة شيء آخر المطالب الداخلية شيء والتآمر مع الخارج شيء آخر عند المطالب الداخلية نبو دستور نبو بلدي شعبيات نبو بلديات نبو منظبات مجتمع مدني عادي جدا جدا ومقبول أما التآمر مع الخارج باسم هذه الأشياء هذا شيء آخر مختلف إحنا يا أخواننا نعرف وبعضنا سبحان الله كيف أنا بنتصرف أمام الشبان في 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 الزنتان مثلا وعيب تقول الزنتان خونا أحفاد وأبناء أبطال وشهداء معاركة الكردون اللي داسوا بإقدامهم الحافظ طاني على العالم البيطالي بتقولون بخونا هذو مطفال من الزنتان متمردين زي ما يتمردوا في أي بقعة أخرى متمردين عليها لهم عيب تشوهوا الزنتان ويا زنتان عيب يشوهوكم عدوا للهاتكم وقبضوا عليهم بالواحد نربوهم نعلموهم نقروهم نشغلوهم يطلعوا أمن يطلعوا فنيين لكن كما قال الشعر في مناسبة متعدة الزنتان هذه قال واحد الزنتاني غلط فيها شاب من بن وليد فهو زعل وقال شعر أردوا عليه الزنتان تنطبق على الحالة الي أنا بيقول هذه elbyצان تنطبق على الوضع الي فيها الأخوتي يا الزنتان قال غلط غلطها شاب من الاعدادي لا يعرف التاريخ لا وانساني يعني قالوا لأ يا يا أخونا يا زنتاني ما تواخذنا هذا الزجز غلط فيك ما هو ورف اللي كبير هذا غلط فيك شاب صغير غلط غلطها شاب من الإعدادي لا يعرف التاريخ لا وإنساني مظبوط الشباب اللي توما يعرفوا تاريخ لا يعرفوا معركة الكاردون هلين يعرفوا ونقدر مريحة للزنتان لكن هم نسف يوم جاد أباها وجدادهم لا هيش مقصودة ولا غلطتنا الشباب طيش من وكالة البناني قالوا لهذه لا غلطتنا حينها ولا شيء هذا الشباب طيش من اللي يأكلوا في البناني الجيل الجديد اللي يأكل في الموز بالضبط الشباب اللي في الزنتان هم من هذا النوع مش الزنتان شفتوا واحد بشنابة شفتوا واحد بعائلتها واحد براتبة بوظيفتها شفتوا واحد عند دكان واحد عند مزرعة واحد عند مقهى عند مطعم عند حيوانات مشترك في العملية هذه أبدا من درنا ما فيش ولا واحد مشترك فيها مشتركين فيها الشباب الصغار اللي من البناني اللي خذوهم من هلها ممتعين الهلوسة العقوبة مش على الشبان حتى قانون ما يطبقش عليهم لأن عمرهم أقل من الثمانطاش العقوبة اللي اللي يجندوا الشبان هذون بضحكوا عليهم هذ هم اللي يقبضوا عليهم وقدموهم للعدالة قدموهم للحاكم أنا لكم نمشي للشباب بتاع الزنتان حيهتف الفاتح الفاتح وهيقوله الروس في دالة رأسك أنا متأكد شباب الزنتان مشتلي مهتفوا شباب الجدابي مجانين من الثورة يهتفوا كل الروس في دالة رأسك الجدابية ابناء وأحفاد الطال وشهداء معارك الكراهم الشهيرة حراس عمر المختار عمر المختار اللي تجلي الجدابي حرصوه مش لإني يفوز عليهم في حواشين ولا بيعطيهم فلوس لإنه عمر المختار هني لو نمشي تحرصني جدابية لو نمشي للزنتان يحرصوني الزنتان وعطوني فرصة جمعوني هالشباب خلنا نتكلم معهم تشوفوا كيف يتغير عطوني فرصة جيبوه خلزن تاني جيبولادهم ولا لا أي بي كان أخر جيبولادهم هني نقول في ثورة الشباب واني طالب هذه ثورتنا ثورة شعبية نين تمنى ثورة الشعبية للشعب يستلم كل شي وانين يقدروا إذاعات في كل مكان اللي يستغلوها توا هني لدائرة الإذاعات نبغي كل المنطقة تستغل على حالها دخل الجماهيرية زي الولايات الأمريكية زي الولايات الألمانية نعرف بعضنا نعرف بعضنا بالاسم سبحان الله تولي نعرف الزنتان أولاد بالليل بالهور بهاد عيسى الزواب بالقاسم لو كان توا الحاجة محمد الصغير العايب رحمه الله من أولاد محمد موجود لكان ما حصلت هذه العملية نتصل بها على طويل وقل لها عم الحاجة خذ الأقوة لهذه ياخذهم كم مرة وصيط ليش ما فيش حد كيفة وفيها كيد لك خايفين مساكيين الزنتان خايفين من أولادهم خلوا للشرطة والأمن يقبضوا عليهم ويربوهم ويفهموهم ويربون القيس وسلموهم لكم تولي عبادات ما نعرفهم في الطفر ولا من سجوني العبادات ونهاجم ونقولوا تمنيتي في الفين فوق جوايد عبادات بوشو لاك فيهم قايد ونسواني ضغرتك كيف بينقلبوا مش معقولة بينقلبوا ولمس كانوا معاي هنا وفي الإذاعة قلتنا نحطوا شين كانوا تقول عرب درنا لمجوني وعرب بنغازي والبيضة والعبادات القبة كلها لمجوني ولمس ثوب في الأرمس ليه في اسبوع الشيء كان يقولوا وين هدا ومن راحوا يطلعو ينفذوا الكلام اللي قالوه يحترموه انت من اين من عيت غيث انت من عيت مريم انت من رفاد انت من مزين عارفين بعضنا ونشوف هاد الولد ولاد من من عيت مزين ولا من عيت رفاد ولا من عيت مريم ولا من عيت غيث الله حالا لن بنجي للدرسة انت من عيت محمل من عيت برغل من عبد الجوال من السريريق بوعوينة شلمان شعيب هارفين بعضنا منو في العالم يعرفوا بعضهم بادي الشكل قيادة ولا غيرها ولا شعب ما وين احنين نعرفوا بعض انت ولد فلان ولد فلان ولد فلان نقدم قتلوا في بعضنا مصراته اللي ينجبت السواحل وسعدون السواحل ورمضان السواحل وسعدون قطل معاركة المشرك شهيد معاركة المشرك كيف نتصل الى تاريخاً؟ أنت لعيت بو حميرة، أنت لعيت بو زريبة، تليس اللاقو، أنت بل عزيو، أنت أولاد صقرو، أنت إشرافو، أنت بقيت الزاوية، أم القبائل، الزاوية أم القبائل، أنت من رماحو، أنت من الكورغلية، عارفين بعضنا، إذا نمشي للحاسة، نقول لهم أنتم كلابطة، كلبطة، أنتم شبارجة، تقسموا توا هاي الكلام اللي قلته، هاي الكلام اللي قلته، شوفوا أخبانكم من العرب كيف حرفوه، إحدى المحطات العربية تقول أصدر الأوامر للجيش والشرطة بالقضاء على المتمردين، تصور، شوفوا، أنا يقول كلام زي هذا، أنا طلبت من الجماهير تمشي تأخذ أولادها، وتقبض على اللي غرروا بأولادها، لكن نهار تبدأ ليبيا في خطر، وحدتها الوطنية في خطر، وتبدأ القاعدة بالتمركز في ليبيا، حتى مجلس الأمن يؤيدني باستخدام القوة، توا عمليات قبض عادية، لكن توا تطعوا من بيوتكم كلكم الرجال والنساء اللي معايا، أمنوا المدن، وأمنوا الوحاة، وأمنوا القراء، وكذبوهم، وخليوا تفرجوا عليكم، باقي توا اعترفوا أنهم متمردين، قبل كان يقول المتظاهرين، فيه مظاهرات في ليبيا، كلها مظاهرات تأييد، باقي توا اعترفوا أنهم متمردين، المطلوب، تسليم الأسلحة فورا، اللي روعت الناس، بنغازي تحتظر تموت، مرعوبة من الأسلحة اللي كانت الطفال الصغار، بتموت، ما عاش عندهم مية ولا ماكلة ولا كهربة ولا أي شيء، أطلعوا بنغازي، انقذوا، انقذوا، يا بنغازي، انقذوا نفسكم، وحرروا عبد الفتاح اللي حرر بنغازي معايا ليلة الثورة، وخلّهوا اللي تفاهموا إياه وتديروا البلد لغاية ما يعود الأمن الذي صابه، وتعودوا السلطة الشعبية، اعتباره من بكرة، ممكن سيبدأ تشكيل الشعبيات الجديدة، والبلديات الجديدة، والمؤتمرات الجديدة، واللجان الشعبية الجديدة، من بكرة تبدأ، وهو يساعدكم، حرروه، عيب عليكم، عصابة أنتم بنغازي معقولة، تسليم الأسلحة فورا، ويعادتها للجهات اللي يخذوها منها، وإلا حترعب البلاد وتسبب مجازر، الطفال مهووسين، سكرانين، وعندهم إسلاح ورشاشات، تسليم الأسرة من الشرط ومن الجيش، أي حد تقبضوا عليه، سلموه فورا، والقبض على المشاغبين، وتسليمهم للأمن، حتى يتم تربيتهم، وعادتهم إلى رشدهم، ويمر بفترة نقاها حتى يبرموا الحبوب اللي لهم كم يوم يخذوا فيها، لأنه مضر جدا هذه بالقلب، إزالة كل المعوقات للحياة في الشوارع، الدكاكين تفتح، الدكاكين يجب تفتح، الكوش تفتح، المطارات تفتح، المواني تفتح، ما تخربوا بلادكم بلا مبرر، ليش؟ شنو السبب؟ ما الذي يدهاتهم؟ هذي عين كم يقولوا، خلاص، أمنتم بالعينة، بلاد آمنة وتعينة، في جدا رواحنا في آمان، في رخاء، وبترولنا، ومميتنا، وسلام، وهنا، والدني تحترق، حاولنا، أن نروح حتى نحرك بلادنا؟ طبعا، أنا أقول لكم في النهاية، لا يمكن لأحد عاقل يسمح ببلاده تتمزق، أو تصبح في يد قبضة من المجانين، عفوا، بلغوني أن الشعر اللي قلته عن الزنتان، هذك الوقت فيه انقطاع، في الفني، ما ما سمعوش شيء، وسامحوني بنعاوده مرة ثانية، إذا كان الرسال توا ماشي كويس، قلت لكم، قلت لكم واحد ورفلي، عفوا، شاب ورفلي غلطت في واحد الزنتاني، في الزنتاني يزعل، وحسب عليه ورفلة كلهم، وقال، مش عاد نجيكم، ومانش عاد أصحاب، ولا عاد نجي لي بنوليد، وزعله، وقال، ها في قصيدة متاعة شعر، ردوا عليه الـ ورفلة، قالوا له، غلطها، غلطها شاب من الإعدادي، لا يعرف التاريخ، لا وإنساني، من الإعدادي، لا يعرف التاريخ، ولا يعرف معارقة الكردون، زي ما قلت لاني توا، هالشباب اللي كانوا موجودين، ما يعرفوا أهلهم، وجدودهم، وما يعرف معارقة الكردون، وما يعرفوا المرحوم محمد، الصغير، العايب، اللي كان يحلف المشاكل في الزنتان، وكننا اعتمدوا عليه، قالوا له، قالوا له، يودي، ما توخذنا، قصر، حطنا، يجب ما نواخدوا الزنتان، يعني ما نواخدهم، الزنتان، الأبطال، قالوا له، غلطها، غلطها شاب من الإعدادي، لا يعرف التاريخ، لا وإنساني، لا هيش مقصودة، ولا غلطتنا، شباب طيش، من وكالة البناني، قال له، هذا شباب طيش، من اللي يكره في البناني، بتعين الموس، قالوا، يرى، الشعر ليزم، جماعة في الزنتان، ما سمعوشي، أرجو تعاود، وأني عاود تعالشانهم، حتى تقول الشباب اللي موجودين في الزنتان، هم من قال الشباب الطيش، لكن، جيبوهم لي، غيريت جيبوهم لي، بس، كل الشباب هدوم عنين بهم، عنين نبي الشباب الثائر؟ عنين اللي سميت الجيل الغضب؟ معقولة شباب الفاتح،